السلام عليكم اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مستويين لدليل الضبط والإحكام وإن شاء الله نكمل في الفيديو ده المستوى الثالث والرابع اللي هم إتقام الخلق والدقة المتنهية الموجودة فيه وعناية الله الموجودة لاستمرار الإنسان على الأرض لحد يوم الأيام فتابعونا لآخر الفيديو المستوى الثالث في دليل الإحكام هو الإتقان والإحكام في الخلق نفسه هو رأس في كتابه الخلق والكون The Creator and the Cosmos ضرب مثل بيقول فيه تخيل أن في مكان فيه خردة جنك يارد يعني وجطعة صفة قوية ضربت مكان الخردة ده فكونت طيارة بوينغ سمعمائة سبعة واربعين بالكامل ولله المثل الأعلى الإتقان في صنع الكون بالدقة الكبيرة ديت والإتقان في الإنسان نفسه وفي مخلوقات الله كلها حتى النبات والدقة في السوابة الكونية اللي قلناها كل ده دليل على الإحكام الدقيق اللي لا يمكن يكون ناتك بالصدفة أو العشوائية مليارات المليارات من الأنظمة مصنوعة متقنة بدقة كبيرة جدا علشان تشتغل لوحدها كده بالصورة الأكمل اللي تخلقت لها وعلشان تقدر تعيش وتتفاعل مع البيئة المحيطة بها ربنا بيقول صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء كينات حية جمدات كواكب نجوم مجرات حتى الغيبيات حتى الأشياء اللي صلاحها الإنسان والعلم والتكنيوجيا اللي وصلنا لها لحد النهاردة كل ده دليل على عظمة وقدرة الخالق اللي خلق الإنسان وعقل الإنسان اللي وصلوا للعلم ده كله فيه علم كامل اسمه بايوميماركس أو المحاكاة الحيوية أو علم تقليد الطبيعة وده بيجمع بين مبادئة مختلفة من علوم الهندسة والكيميا والبيولوجيا وبيساعد في تصميم آلات وأجهزة واختراعات مختلفة بيستخدم الإنسان في حياته بالضبط زي ما مثلا ابن الهيثم شرح العين وعدس العين بالتحديد ومنها اخترع فكرة الكاميرا أو زي ما سماها ساعتها الغرفة المظلمة وزي ما ليوناردو ديفينشي مثلا كتب في فكرة الطيران بناء على ملحظاته لأشكال وحركات الطيور وهكذا في العلم الحديث بقى فيه أمثلة كتيرة جدا من اختراعات اختراعها الإنسان بتأليده لكينات مختلفة موجودة حالين اختراعات بالألاف لا يسع المجال لذكر ولا حتى قليل قليل منها يعني لكن أنا هقول لك مثالين كده يوروك بس صنع الله الذي أتقن كل شيء المثال الأول شمع النحل اللي النحل بيحط فيه العسل ده مصنوع ببساطة عالية مع إتقان هندسي فوق الوصف بيخليه يستوعب أكبر حجم لتخزين العسل ويتحمل أوزان عالية جدا الشمع في حد ذاته مش مادة قوية ولكن لما بيتصنع بالشكل الهندسي ده بيخلي واحد كيلو جرام فقط من خلية الشمع تتحمل تقريبا تخزين 23 كيلو جرام من العسل وعلشان كده الإنسان يتعلم من النحل فن البنى بنفس الشكل وصناعة بعض أنسجة الأسلحة بنفس الشكل وحتى استخدام نفس الفكرة في صناعات الطيران المثال الثاني صناعة الورق صناعة الورق دي أغلبها متاخذ من صناعة الدبور العش بتاعه الدبور بيخرج يجمع عليها في الخشب ويمضغب بقه مع اللعب بتاعه اللي فيه بروتينات معينة بتصنع سمغ بيولوجي قوي جدا Biological Superglue يعني وبالتالي بيكون العش بتاعه من بقه من مادة ورقية قوية جدا بتستحمل عوامل الطبيعة وما تبصش أو تتعفن بسهولة زي الورق اللي احنا بتستعمله علم الحشرات الفرنسي ريني أنتوان اتكلم عن طريقة صناعة الدبور لعشه وقال وكأن الدبور بيقول لنا ويعلمنا إزاي نصنع الورق والله أنا بقرأ كلام ريني أنتوان ده فكرني بالغراب عملوا مع قبيل بعد ما أتى الأخوها به ربنا قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه الغراب بيعلمنا الدفن والدبور بيعلمنا صناعة الورق والنحل بتعلمنا حاجات مهمة جدا في هندسة البنى واصناعة الطيرات وتصميم الأجهزة المختلفة والأسلحة إلى آخره حشرة العنكبوت الغطاس اللي هو الدايفينج بيل سبايرر علمتنا فكرة الكتير من أدوات الغطس اللي بنستعملها لحد النهاردة الخنفسة علمتنا إزاي استخراج الميا من الرطوبة وتصنيع بعض أنواع الأسلحة زي مثلا طريقة دفاع الخنفسة الأسترالية عن نفسها وهكذا يعني أمثلة كتيرة يعني ممكن أعود أقول أمثلة من هنا من الصبح لكن أنا أضفت فيديو طويل في التوسيط بيشرح ويقول أمثلة أكتر في الموضوع ده لكن اللي عايز أقوله هنا نقطتين أول حاجة إن كل الكائنات دي ربنا نسخرها لنا كل كائن بيعلمنا حاجة ربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات إن قوم يتفكرون ربنا سخر لنا كل اللي في الكون ده لخدمتنا كل اللي علينا نعمله إننا نفكر علشان نعرف إيه اللي المخلوق ده متسخر علشانه اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له الحاجة التانية إن الإبداع في الخلق والتصميم يدل على الصانع البديع إحنا بنلف ونظروا في الآخر بنلاقي إن التصميم الإلهي هو التصميم المثالي الوظيفة اللي المخلوق تخلق لها وبالتالي بناخد وبنحاول نقلدها علشان نحسن من حياتنا يا جماعة دليل إتقان ده الوحده كافي والله كافي وسبحان القائل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل يتظالمون في ضلال مبين المستوى الرابع هو العناية كل اللي قلناه لحد دلوقتي مش بس بيدل على المعايرة الدقيقة والضبط والإحكام والإتقان في المخلوقات ده برضو بيدل على عناية ربنا بكل اللي في الكون اللي احنا فيه سواء من الثوابت الكونية والكيميائية وغيرها كل ده موجود بتناسق تام علشان يعتني بالحياة على الأرض خروج الزرع علشان ناكل المطر اللي بينزل والمان اللي بتتكون علشان نشربها العلم اللي بنتعلمه الهوال اللي بنتنفسه وهكذا كل ده عناية ورحمة منه تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لو ربنا ساب الكون ده بدون عناية كان لا يمكن يستمر ربنا بيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد ومجرد إرسال الرسل ده لوحده أحد دلائل العناية وهل أنت ممكن تفكر يعني إن ربنا ممكن يكون خلق الكون ده كله وخلقنا على الأرض من غير ما يقول لنا اتخلقنا ليه ونعمل ليه وكده حشى لله طبعا يعني ده كأنك اتعينت في شغلانة جديدة كده ورايح أول يوم الشغل ومش لقي صاحب الشغل يقول لك أنت المخروض تعمل إيه في الشغلانة ديت ولا إيه اللي تخلي بالك منه ممكن يكون خطر عليك أو خطر على الشغل ولا أي حاجة من ديت وقعد في الشغلانة دي عمرك كله وقعد بتلحب والله المثل الأعلى لا الحمد لله ربنا ألنا احنا مخروعين ليه واحنا المفروض نعمل إيه ونخلي بالنا من إيه ربنا بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقال برضو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فدلائل وجود الله من اللي شرحنا في الفيديو ده وشرحنا في الفيديوهات اللي فاتت من السلسلة الحق كلها بتدل على صفات الله وبتدل على إنه هو الخالق هو القادر هو القوي العظيم الجبار الكبير الأول المبدئ الواجد الباقي والحكم المهيمن كل ده واضح من اللي شرحناه حد دلوقتي فازاي إله بهذه الصفات مهيمن حكيم إنه يخلقنا ويخلق الكون ده كله ويسيبنا ويسيب الكون كده كان فيه مناظرة بين عالم وأستاذ الرياضيات وبحث الأحياء ديفيد بيرنينسكي وبين كريستوفر هيتشنز والتنين من الأحدة على فكرة بيرنينسكي تكلم عن ضقالة معرفتنا بأي شيء في أي مجال في الدنيا وقال إن للحد مش عارف يجاوب على سؤال واحد من الأسئلة الوجودية ده ملحد بيقول كده وهو نفسه بيقول كل اللي الملاحدة بيقولوه ما هو إلا عبارة عن تلزيق ولا ليه أي أساس من الصحة وموضوع العلم بأي فروع من فروعه إنه يثبت عدم وجود إله دي مجرد سخافة واستقرار الكوم واستقرار المادة وحتى مجرد سبب اتباع الإلكترون لقانون محدد في الطبيعة واستقراره دي حاجة محدش عارف يجاوب عليها بشكل واضح لحد النهاردة وبالرغم من ده هو نفس اللي بيقول بالرغم من ده تلاقي الملاحدة يخرجوا بيكابروا عشان ينكروا وجود ربنا ده كله كلام برلينسكي وده واحد ملحد لا أدري يعني لا كلامي ولا كلام رجل دين وأنا حطت فيديو المناظرة عندك في الوصفة تحت الفيديو علشان تتأكد بنفسك يعني برلينسكي الملحد كأن لسان حاله بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلة وبعديها بيقول فأنا تقفكون بس بيقولها بطريقة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ترجمة نانسي قنقلون ترجمة نانسي قنقلون شكرا